صلت مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير لوكالة فتش للتصنيف الاعتماني تناول ما تم تحقيق في قطاع الزراعة في مصر باعتباره أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي تقريرها أكدت الوكالة أن مصر اتخذت خطوات للحد من التضخم وزيادة الانتاج المحلي والصادرات إشادات دولية مستمرة بالجهود الحكومية في مختلف القطاعات وفي آخر تقرير لها أكدت وكالة فتش أن القطاع الزراعي في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التقرير رصد ما تتخذ الحكومة من خطوات للحد من التضخم وزيادة الانتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي كما صلت الضوء على دعم الدولة للقطاع بشكل كبير حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق تقرير المؤسسة الدولية للتصنيف الاعتمادية صلت الضوء على أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022 محاققة رقماً قياسياً جديداً بالزيادة تتجاوز 624 ألف طن عن عام 2021 وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر وعلى رأسها مشروعات استطلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتة الجديدة على مساحة مليون فدان وذكر التقرير أنه من المتوقع التركيز القوي على الانتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو وذكرت وكلت فيتش أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الانتاج الزراعي المحلي وتتوقع الزيادة للاستثمار خلال العام المالي 2022-2023 كما تخاطط لتعزيز الانتاج الغزائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا